اهتمام كبير تليه الدولة لقطاع المتاحف خلال السنوات الأخيرة الماضية خاصة في ظل المتابعة المستمرة للقيادة السياسية واهتمامها بملف السياحة والأثار ويعد متحف أثار الوادي الجديد واحدا من أهم المتاحف التي تزخر بها مصر خاصة وأنه يضم قطعا أثرية متنوعة منذ عصر ما قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعوني والرومني واليوناني والبطلمي والقبطي والإسلامي هنا متحف أثار الوادي الجديد هنا التاريخ منذ أكثر من أربعة آلاف عام قطع أثرية متنوعة منذ عصر ما قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعوني والرومني واليوناني والعصر البطلمي والعصر القبطي والإسلامي وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف نظم متحف أثار الوادي الجديد معرضا مؤقتا يضم عدد أربع رسائل من ألواح الطين المحروق كتبت عليها رسائل متنوعة رسائل الأجداد هي عبارة عن مجموعة من القطع الأثرية عبارة عن قطعتين من الطين المحروق يرجعون إلى عصر الدولة القديمة يؤرخ لهم بعصر الملك بيبي التاني وجدوا في مضخة عين أصيل المتحف يقام فيه ورش عمل يحرص على حضورها الكبار والصغار على حد سواه ويصبقهم إليها الفنانون التشكيليون الذين يستخدمون السلصال لتشكيل قطع فنية بأنامل الأطفال ليغرسوا بداخلهم حب العمل والانتماء والحفاظ على الآثار احنا على هامش اليوم العالمي المتاحف عملنا كازا فاعلية منها المعرض باسم رسائل الأجداد ببرشة عمل عن الفخار الفخار وتراس الوحاد كمان أقمنا ندوة عن تطور الكتابة الهيروغليفية المتاحف أصبحت ليس مكان لتخزين الأصار فقط وإنما مكان مؤسسة تعليمية ثقافية بتبص المجتمع وتتواصل معاه إزاي أن المتاحف ليه دور كبير في أنه يوصل الرسالة يوصل الرسالة أنه هو مكان ليس يخزن به الأصار وإنما مكان تسقيفي وتوعوي وأنه هدى بالذات اليوم ده بيتيح للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور متحف الأثار بالوادي الجديد منارة علمية وثقافية لكل مهتم بالتاريخ والحضارة والباحثين عن معلومات تؤرخ للواحاد